خلافات سياسية جديدة في الصومال الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرمجو يعلق سلاحيات الرئيس الحكومة محمد حسين روبلة بتهمة التورض في قضايا فسادة لكن روبلة نفع ذلك ووصف خطوات فرمجو بالسياسية هدفها إفشار العملية الانتخابية في البلاد للبقاء في القصر الرئاسي ويشدد المراقبون على أن الخلافات الجديدة تتعلق بإدارة عملية انتخابات مجلس الشعب التي توقفت بعد عمليات التزوير رسدت في بعض الولايات الفدرالية أعتقد بأن الخلاف القائم بين الرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله فرمجو ورئيس الوزراء هي قضية سياسية بامتياز تتصل بالانتخابات الفدرالية عامة ولا يوجد قضايا فساد حقيقية كما يقول الرئيس فرمجو لتعليق سلطات رئيس الوزراء ويأتي الخلاف على خلفية عزل رئيس لجنة الانتخابات الفدرالية العامة ورئيس وفصل سبعة أعضاء من لجنة حل الخلافات الفدرالية المعارضة السياسية ممثلة بمجلس اتحاد مرشحي الرئاسة عرضوا خطوات الرئيس فرمجو محملين إياه مسئولية ما سيترتب على ذلك من مشاكل أمنية وسياسية هذه تصرفات غير مسئولة من شأنها أن تقود البلاد إلى الهاوية نقول للشعب الصومالي وبصوت العال بأن تصريحات محمد عبد الله جنونية وغير مدروسة وبحسب المراقبين فإن الأزمة السياسية الجديدة قد تساهم في تأجيل الانتخابات التي أرجعت مرات عديدة رغم انتهاء ولاية الرئيس الحالي قبل نحو عام وهو ما يؤثر سلبا على الوضع الأمني في البلاد عبد الرحمن بخارة العربية مقدش